مرحبا لك اللعنة تابعنا بحل أجديد من بشفافية مع تمام ضيفنا اليوم صاحب بصمة عالمية بعالم الأزياء ومن الأشخاص المميزين بهذا المود اللي أنا بحتبره من المبدعين مو بس يعني بس هو كمان مودي ولي ضعط الله وسلم لك مودي انت كيف مودي يعني عندك مودي خاص طبعا شغلنا إذا ما كنت مودي ما فيك تبدع فيه ولازم نكون في عندك حالات وتوقوص معينة أوقات تكون طالع وقت نازل وأنا كمان برج الميزان لخبرك فأولا مرة كنت ستيبل فمرة طالع ومرة نازل والعلمك إذا كنت بحالة عادية ما بعرف صمم لازم تكون يا مفسوط يا زعلان طيب وليد هلأ نحن الأول شيء بدنا نبدأ وليش بالخبرية اللي سمعناها أنه سمعت أنه أنت عم تحضر لشيء كتير دخم رح يكون بدبي وعم تقول لي فيه مفاجآت بهذا الموضوع بس أنا يعني ما شاء الله عليك أنا عامل كتير إشيء شو المفاجآت بالموضوع بنزل كليكشن جديد بس ما هي الشيء اللي أنت عم تجهز له عرض أزياء وين عرض أزياء بدي يكون بأربعة جون ببرج خليفة بأوتال أرماني بدي يكون الكليكشن رح تنزل رح تكون أول مرة نزلة بالعالم وأول مرة حكون أنا مستعملها ومنزلها كليكشن جديد وفيه طبعا فيه أفكار كتير جديدة الأفكار جديدة وأفكار حلوة يعني هيك طيب رح يكون فيه مصممين تانين ولا بس أنت؟ رح كون أنا يعني الضيف الشرف طبعا وأكيد لازم يكون فيه مصممين لأنا عزمين ناس من برا جيبين مصممين من إيطاليا وجيبين مصممين من فرنسا وجيين مصممين من بلاد أوروبا لحتى تكون دبي مثل ما نحن بنعرفها فاشن سيتي فإذا كنت هيك لوحدي ما بيكون القصة حلوة فزيانيها بجروب كبير من المصممين وبتحب أنت المنافسة؟ حلوة المنافسة بعدين كل واحد عنده ستايلو كل واحد عنده ستايلو كل واحد عنده الروح طبعه والتاتش طبعه وحلوة على وقت بشوف كتير قطع عند غير مصممين بحبها مش يعني بس بحب شغلي بحبي كتير قطع إذا ما بتشوف أطعاد المصممين وبيعجبوك ممكن أنها تبادر تمدح فيها أكيد أكيد وبعدين لعلمك أنه أنا كمان بشتري مثلا بناطلين وأمسان لألي أو لحدان تاني عوقات كتير بشتريون برانس برانس بكونوا يعني على زوجة حلوين يعني مش دائما بعمل أنا تيبي أو أنا بعمل تيب للناس اللي بتخصني فكمان بتغذر فيه ومضحة يا موليدة ليقول لك عن هذا الموضوع أنا بعرف أنه أنت كتير بتشتغل رجالي لأشخاص معينة ليش ما بتستحلين بهذا الموضوع بهذا المجال يعني أنا بعدني كوتور يعني سباشل بيس لسباشل ناس ل يعني بعدني سينية بعملها القطع مرة واحدة عمون فكرة مرة واحدة منزلت بالجاهز رادي توير منزلت فيه بعدني يعني بعمل القطع وبختارها وبعدني عبرغطها بالشخصية وبالمناسبة وبالعمر وين بك تلبسها وإنت أي ستايل قديش بتتحمل ورح تلبسها بالليل ولا بالنهار رح تلبسها أكتر من مرة أو مرة واحدة أنت مطرب أنت وزير أنت فنان أنت فبعدني عم بيشتغل على البيض حبيت يعني أنت أشخاص معينين اللي بتشتغل لهم طبعا أنا أربع يعني ثلاثة أو أربع أنواع من الناس اللي بيشتغل لهم يعني الجسم دفرمية بيكون نصحين كثير أوفر يعني مع الناس المصممين بيهربوا من هذه الأصلاح لا أنا ممكن أعطيك قطعة كثير حلوة إذا واحد كان يعني مثلا مش عب يلاقي بالسوق ويكون عنده مناسبة طبعا كل يوم ممكن يلبس وبحب لبس مثلا إذا واحد يحب بيلبس شي سباشل قطعة وعب لبس مثلا مثل النواب وزراء كذا هيك يعني الجاكات وقت تكون عملها بتكون عليه مثل القالب حتى لو شلحها وحطها وجعلها كعيك بالشنطة بتظلها مثل مهيلا عب أعملها كلها من دنب الخيل من جوة حشوتها كلها بتكون من دنب الخيل فهي القطعة بتكون كمان مميزة والنوع الرابع يلي هو الناس يلي بتحب أوفر فاشن مش فاشن أنا بحبكم فاشن في ناس بحبوا يكونوا أوفر فاشن يعني هو الشي ما بين لبس هني بس بحبوا يلبسوا يعني ممكن هاي الأشخاص اللي يلبسوا بيهي بأشي معينة بأشي معينة بيكون طالع مثلا أو ممكن بجلسات تصوير لا مثلا في هون عندنا مثلا هذا بيقولوا له مايكل جاكسون يلي اسمه كمان هذه كمان رأيت اللي تفضل عندي عصلا بحب لبسوا اللي عم بيلبس قطعة غريبة عشيبة عبيد تنقي أشخاص معينين طيب و بدي اسألك الألوان الموضة هاي السنة كيف يختاروها كيف اختاروها ولا شو بان ننزل لا يعني مثلا هي ألوان عالمية بتكون تختاروها هل هي بدي اسألك عليها كيف يتم اختاروها هادي في اختلافات كتير بوجهات النظر بس هي ولكن هي من معارض الأكمش اللي نحنا بنحضرها بنعرف السنة اللي بعدها شو بدي يكون موضة وبعدين بتجرع بترتبط هي منسهلها في عندك سيف وشتا عرفت كيف في سيف وشتا وبكون مثلا اللون فرضا بالسيف اللون اللي قابله أصفر مش معاول سن اللي بعدها يكون أصفر ينزل لون جديد فانت بتاخد من الإحاء من مبتكرية الأكمش المصانع شو اللون اللي بنزلوه جديد وبعد في عندك اجتماعات لنقابة المصممين العالميين يلي بيكونوا بفرنسا وبي ايطاليا بيعطوك تقريبا المود اللي بدنا ننزل فيه فمنعرف تقريبا شو بدي يكون اللون جديد يعني ممكن المصممه يختار هو الألوان وانه هي ألوان مودة هذه السنة بقى هدا حسب اذا هو كان يعني في منو ما بالحقوه حتى زباين ما بالحقوه الألوان المودة في منو ما بتلبي عنهم بس هو ينزل الألوان خمسة او ستة ألوان خمسة او ستة ألوان чтобألوان كل سنة هي بنزل بس منغل الزباين بتغلق الألوان واحد أو بيضرب الألوان واحد مثل ألعبون طبع المطền طبع المطرب بنزل مثلا خمسة أغاني أو 13 غندية تضرب بوحدة طيب و هاي السنة شو الألوان أنا أخبره أخضر يمكن صح هو أنا قلت لك في مفاجأات فشو بدي أقول لك منقوله من هلأ كمان حرام اللون يا الله شوية أخبر أنا منزل الأبيض أبيض أبيض أنا طار شغلي الأبيض والأسود بحثوا أنه دائم هذا منع الوام موضوع ماذا رأيك انتبه هذا المقولة لا في قبل كانوا يقولون لك الفصان الأسود هو هذا الفصان الذي يكون لك عند كل سيدي وهذا اللون الضرب السنة اللون الأبيض هو فاشل للنايت غير أنه فصان العرس نايت إدريس أبيض وفصاتين العرس كأنه كمان عم يضغي عليها ألوان غير الأبيض صار الأفوايت أو الدهبي مو الدهبي العاجي العاجي كذا هيا الألوان كثير عم تدرج شاهدت هو لأن هيدا بالتصوير عم تطلع أحلى وهيدا عم نقدر نعملها أصغر يعني حجمها أصغر فلأن هلأ صار المطلوب أنه الفصان يكون لحفلة صغيرة بطل معزيم متل قبل يكونوا أكثر ألف شخص أو ألف وخمسمية أو ثمانية عم يعملوه شوي العرس متل ما أنت بتعرف وعم يكون الفصان سيمبل أكثر يعني ما أنه هاي الفصان المفرش متل الأول صح صح عم نشوف أغلبية فصاتين العرس إجمالا أغلبية فصاتين العرس هي السيمبل السيمبل استعرف الشغل أنا شفت أشياء حلوة بالعرس عم بتصير أنه بتكون العروس لابس الفصان تقول له الماء الكبير فجأة بيصغر بيصغر بيكون تيل وتشيله بتصير البس الإنر درس بيكون درس معمول من دو بيسز وفق منه مثل الترين اللي هو الشاحط هيدا الشاحط بيكون مثل بيهوك أو كبشة أو ظنار أو ما أيضا بس تشيله بيرجع بيضل صغير طعام تحب هاي التصاميم إنتا حلو حلو ليش لعن أوقات العروس في بعض عراق أغلبية العراس العروس ترقص مع العريز وكذا إذا كان الترين كبير أبدا ما بيساعدها وبذات الوقت بدأت تفوت دخلتها أنه مثل ما كل عروس بتحلق بأنه الترين طويل وكذا وهيك فبتكون هي كسبة لتنين مع بعضهم وليدي إذا بنا نجي نحكي بكل شفافية عن وليد عطلة وين بتحس حالك بعد هالسنين كليعتها بنشغل وتعب وجهد ووصل يعني أنت شخص بوصل للعالمية قدريك ترك بصمة بعالم الأزياء تحس حالك راضي عن نفسك أكيد راضي عن نفسي ولكن ما خلص طموحي أكيد راضي عن نفسي ولكن ما خلص طموحي لأن بس خلص طموحك أنت بتوقف عند هيدا الحد وبتقول إنه خلص وبعدا ما فيك تعطي أكتر راضي راضي مية بالمية ومش راضي عبدا عن حالي لأن هيدا الكورونا اللي إجاب من حوالي سنتين ثلاثة خلتنا شوي نعمل متل تأخير للبلان كنا مشينا عليه خلتنا نعمل شوي ستوب خلتنا نرجع نعيد أفكارنا خلتنا نرجع نواكب العصر الجديد يعني نحنا كمصومي أزياء أو أنا كمصومي أزياء في نقل كبيرة صارت بين قبل الكورونا وبعد الكورونا بالنسبة للفاشن مفاهيم الفاشن تغيرت صارت صار يعني لازم تدرس كلفة الفلسطان لازم تدرس المجتمع الجديد اللي صار يعني صار يحاكي الموضة وحتى عائلياً بتحس تغيرت حياتكم؟ عائلياً كمان إنه طبعاً هالسوشال هيدا اللي كان من قبل خفي كثير يعني مثلاً كثير حفلات صارت ما ناس كثير مختهنر بس وليد أنت ليش دائماً عائلتك مغيبة عنك وعن أبواء الشهرة أنا عائلتي هلأ مش موجودة هم موجودة بس أنت تقول عمرك مغيبون عن مع أنه عائلتي نفسي طالع كله بيرسموا برح بعثتتني صورة بنتي إذا عندك بيت وصبي صبيين صبيين وبين الله يخلينا عب يشرح الأستاذ وهي عب ترسم موضلات وفيديو عب تبعث ليش عمد أموه والقوائل بالمدرس مغيبين لأن بالنسبة طالعين بجينات نفسي مثل أنا ولكن خان يخذوا الشهداتهم قبل وهذا الشي لأن هن جنياً محضرين ليكونوا مصنمين عزية إذا حبوا بعدين ممكن أعلمون إياها بخلال سنتين ثلاثة وبيكملوا المشوار معي مين عندك أكتر حدا من أولادك بس شو اسمعون زياد وجاد ورشا مين زياد ولا جاد ولا رشا أكتر شي بتسمعك رشا هي أكتر وحدة من مهنة عالم تصميم الأزياد تقدير تنبسط لما بتبعت لك تصاميم تبعت لك تصاميم بعدين بتتحشر بتصاميمه وبتنتقد يعني عندها عين ناقدة قوية مش شوي مينة صغيرة حربيت هذا غلط وهذا صح وهذا هيك أحلى أو بتطرق لمساتها الشاطرة هي شخصيتها كأنس تكون مصممة هل في شي مرة أنت صممت له شي من هي رسمته؟ لا بعض بس هي بترسم ما بتقدر تميز رسمي أو رسمة مع أنه أبداً مش معلم الرسم ولا مرة زائرتني كمان بس ما بتتميز رسمي من رسمة أنا ما بميز يعني إذا خربتهم وبعضهم ما بتميز رسمة كتير حلوة ومش معلمة جاي بجانات وجاد وزياد؟ زياد رسيم أخذ مني الفرعة الثانية أنا كنت أرشيتاكت قبل كنت مهندس أبتعلم هندسة ومبدع بالأرشيتاكت أنا قبل ما أكون مصممة زياد تعلمت ثلاث سنين تعرف أنا بعرف بحس إنه الهندسة والفنون التجميل فنون الجميلة وكل هالأصص العلاقة مع بعض لأنه إنت وقتل بك تكون تكريات فيلا أو أو بلدنك أو تاور أو شيء هدا بتكريات ديزاين يعني فبديكون قديم أخك تكريات ديزاين مثلا أنا شو دخل دريسز بسيارات الروز رويز أو بموبايل أوبو أيها عملت مع رويز رايز وعملت مع كمان مع شركة المفروشة أوبو مع الجي مع المفروشة اللي بيقدر هو يبتكر ديزاين أو تكريات ديزاين فممكن يشاغل رأسه طبعا بالبيوتي مثلا أنا اللي عمول محاسب بيقلك يبعث الله لو خمسمائة سنين ما بعرف طيب وزياد أعفون جاد جاد طالع يعني طالع بشخصيته مثلي ولكن جاد بديعمل دكتور معه بعضه كتير صغير بس هو الأول على المدرسة وبيعمل سبيتش كتير حلو للأمم المتحدة وهلأ طالع له تقريبا سبعين بالمية أفر فور فري يعني الأول بالمدرسة فطالع رأسه علمي الحمد لله يعني واحد هرد واحد طالع موسيقى طيب وليدة صعب يعني وضع الوطن العربي بشكل عام مثلا لبنان وضع كذا أنت متخليت يعني بدنا نقول لبنان أنت بعيد عن عائلتك يعني عائلتك بكلدا وأنت هون بدبي أدي هذا الشيء صعب أنك أنت مضطرة تسفر عائلتك ليس أن مستقبلهم طبعا أنا معرف أنه أنت كنت على من فترة أنه بدك ينزلوا يكملوا بلبنان بعدين قررت على كندا الحياة نحنا جينا بظروف كلنا نحنا هيدا الجيل جينا بظروف صعبة يعني ما أنا هيني فالواحد بحاجة ليبحث عن بديل بديل عن الوطن اللي قاعد فيه قدي هذا القرار كان صعب بالنسبة لك منك بعد عن عائلتك أنا ما كنتش أبدا أنه وأنه أبعد كنت أنا حيب بروح معهم كمان بس أنا محب فتحت هونيك بكندا عملت محل كتير كبير بس ما لقيت حالي هونيك نحنا أفكارنا بعد أفكار شرقية عربية ما فيش سوشال عندهم أنا بحب المناطق العربية والأولاد نفس الشي لأفكرة بس لصغير يمكن يبقى أه بس لصغير يمكن يبقى يمكن اللي كانوا صغير ومتأكلم معهم وزوجتك كيف معاملتك نعم مش منسا دائم تتجي كما كانت على التليفون ما كانت من هون مش حوالي أسبوعين ووليد ديلا أنت مثلا بيحكي مع شغلك مع النساء وكذا هيك أدي هذا الموضوع بيوم تتشاد بينك وبين مرتك بصراحة بسراحة انت ولا بل نحكي عن بهذا الموضوع لازم يعني بدنا نحكي شوي عن حياتك شخصية في سئة لازم يكون في سئة وهي بتعرف أنه أنا بشغل أنا بشغلي أول شي ما بخربت أنا بشغلي أول شي ما بخربت أنا يعتبر مثل الدكتور يعني ما بخربت بشغلي وبعدين الناس اللي بيجي لعندي كلها من عيال محترمي يعني ف يلي بيخربت بشغله بيخسر كتير صح فأنا ما بخربت أبدا بشغله وهي بفهميني هالموضوع وبعدين كشهرة ما بتخرب اسمك كرميل غلطة صغيرة عرفت كيل؟ هي مقتنعة بهذا الموضوع خلاص فهميني أنه وليد مصمم هاي شغله وهي مهنته هاي شغله مهنته وبعدين أنا مهنته أخدها كبروفيشنل مش يعني عبلعب يعني هاي دي رزقتنا هاي دي شغلنا هاي هوتي هاي اللي أنا بحبها هاي اللي أنا خطرتها مثل الدكتور يعني يبقى أي أسلي بلشت الـ 98 98 تذكر أول فسطان عملته؟ هون بالإمارات؟ لا بشكلها أول فسطان كان بأميركا وقت كان عنا التخرج عملت فسطان للبيبي طبعا أخذ الجايزة الأولى كان لابنت عمرها ثلاث سنين أخذ جايزة الأولى كان كثير حلو هدا كان أول فسطان عملته بالنسبة لهون كنت أول شي بداياتي هيك حلوة أنا ما جيت على دولة أشتغل إذا بتحب تسمعها خبرية حلوة طبعا أنا جيت زيارة وبعدين زرت محل من أصحاب خيي عندها تسميم أزياء وفاتي تذبوني وأنا مفكر أنه ما عرفي إلا يرسموله ولا ياخدوله فمن حشريتي وبعدني أول عمري قامت رسمت لها لا مفكر لها أاخد شغر ولا شي رسمت لها الموديل قلت لي قد قلت له هدا بيكلفك خمس ترين في دولار ها بحكيها بالدولار على أساس باق أميركا كنت أنا ما بفهم بعدني بنعملي هون قال قديش يعني ضربون قالوا قالت لي أوكي أنا جيت على البيت عاد ساعتين جيت على البيت بتلفيني طاب المعال بقلي شو عملت أنت قلت له خير إن شاء الله بقلي أخد فسان خمس ترين في دولار نحنا عادة أطخم فسان كان يوصل معنا خمسمائة دولار هادخم فسان وهذا فسان ما بيستهل هالأد بدك أنت تنفذه يعني أنا أشرف عتمفيزه فجيت عبقلهم كيف يعملوا وكيف الأفكار وكيف كذا وكمان إجيت زبونة تاني وكمان أعتمع وكمان أخدت أغلى سعر وبلش وهكي بلشت ولا أنا أبدا ما كنت ناوي أعود بالإمارات أو بدبي تحديدا والحمد الله أنه لقيت في قبول للي وحب وشغلي وبقيت بس أنا أول ما جيت كنت يعني بس جاي أسبوع ورجع وأسبوعين أسبوع صار سنين صار سنين أنت بلبنان ما فتحت لا أنا جيت من أمريكا على دبي ومشتغل طبعا بلبنان طيب هلأ لك النورين حتى بأمريكا راحت ما راحت أتعلم تسمى زي راحت أكمل سيفل إنجينير هندسة مدنية ألبت من اختصاصي عملت اختصاص أنت كنت مهندس مدني؟ قلبت للتصميم الأزياد حبيت هيك الواحد كمان برجع بس عكس غربت حياتي كلها وليد بيستمر الرقاء معكم تابعونا دائما بشفافية مع تمام استمر معكم تابعونا على الشنل الخاص لقناة الآن على اليوتيوب لكي نرى كل الحلقات من بشفافية مع تمام